لأن ترفع من مستوى جهوزيتها القتالية برز الحوثيون في السنوات الأخيرة كقوة عسكرية ومعادلة سياسية صعبة على الساحة اليمنية معادلة أظهر طموحهم بالسيطرة على كامل البلاد وفرض نظام الإمام الذي ولّى بعد إعلان الجمهورية مطلع الستينيات هدف سعى إله الحوثيون منذ أن خرجوا للعلن تحت اسم الشباب المؤمن في تسعينات القرن الماضي في صعدة على يد حسين بدر الدين الحوثي يصنف البعض الجماعة بأنها شيعية إثنى عشرية أمر ينفيه الحوثيون ويؤكدون بقاءهم على المذهب الزيدي بدأ الحوثيون كظاهرة مسلحة سنة 2004 بدخولهم في أولى المواجهات مع الجيش اليمني أسفرت عن مقتل المؤسس حسين بدر الدين الحوثي مثلت محافظة صعدة في الشمال معقل الحوثيين ونقطة انطلاقهم الأساسية وكانت المسرح الوحيد تقريبا لستة حروب اندلعت منذ عام 2004 كان آخرها عام 2009 وجد الحوثيون في رفع الحكومة اليمنية أسعار الوقود ذريعة للمطالبة بإسقاطها وأطلقوا حركة احتجاجية تصعودية في العاصمة صنعاء بالثامن عشر من أغسطس الماضي مستغلين ضعف السلطات المركزية مثلت سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء مؤخرا نقطة تحول استراتيجية في صعودهم العسكري والسياسي وتمكن الحوثيون من السيطرة على المقرات الحكومية ومحيط وزارة الدفاع والمؤسسات النفطية والتجارية ومبنى الإذاعة والتلفزيون وسيطروا أيضا على مدينة أرحب الجبلية المطلة على مطار صنعاء وتوسع الحوثيون شمالا ليبسط سيطرتهم على محافظة الجوف التي تقع على الشريط الحدودي مع السعودية وسيطروا أيضا على محافظات حجة والحديدة وذمار وعمران وإب ويحاول الحوثيون السيطرة على محافظة البيضاء وقد نجحوا حتى الآن في انتزاع رداع كبرى مدن المحافظة لكنهم فشلوا في السيطرات على محافظة تعز بسبب المقاومة الشديدة للقبائل والأمر ذاته بالنسبة لمحافظة مأرب تتهم الحكومة الحوثيين بتلقي الدعم من إيران وحزب الله اللبناني لإقامة مشروع الهلال الشيعي في المنطقة لكن الحوثيين ينفون هذه الاتهامات ويصرون على أن مطالبهم سياسية واجتماعية مطالب يؤكدون أنها مضمنة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومنها إشراف الحوثيين في أجهزة الدولة مخرجات المؤتمر نصت أيضا على نسع سلاح كل الجماعات لكن الحوثيين لم يلتزموا بذلك أسئلة كثيرة بدأت تطرح اليوم بعد هذه المكاسب العسكرية للجماعة ورغم توقيع الحوثيين لاتفاق مع الرئاسة يتضمن وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية فإن الاتفاق لا يزال حبرا على ورق فمؤسسات الدولة معطلة والمواجهات العسكرية مستمرة وضع يهدد بتقوير أركان دولة اليمنية وبحرب طائفية واستقرار المنطقة ترجمة نانسي قنقر